من أجل حفظ ماء الوجه بعد مسيرة مفاوضات طويلة في فيينا تحاول أطراف الاتفاق النووي الإيراني الخروج بشيء إيجابي قبل إنهاء الجولة الثامنة خوفا من الاضطرار إلى الإعلان عن فشلها الذريع وعليه توقفت المفاوضات بدءا من السبت الماضي ولمدة أسبوع وعادت الوفود إلى عواصمها من أجل العودة لاحقا إلى فيينا بقرارات سياسية لحل الخلافات العالقة بالغة الحساسية بعدما لم تعد المفاوضات تتسع أكثر من ذلك وحان الوقت ليتخذ كل من الطرفين إيران والولايات المتحدة القرارات السياسية النهائية لتحديد مصير مفاوضات فيينا أولا ومصير الاتفاق النووي ثانيا جميع الأطراف تؤكد أن المفاوضات اقتربت من مرحلتها النهائية فيما يرمي كل طرف الكرة في ملعب الطرف الآخر مطالبا إياه بأن يتخذ قرارات لازمة لإنجاح المفاوضات كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كيني يرى أن المفاوضات تمضي إلى الأمام بإيجابية بينما ردة فعل المسؤولين الغربيين تنبئ بعكس ذلك وتكشف أن إيران ما زالت تماطل وتراوغ وتضع العراقي الأمام عمل بيثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستغلة بذلك التخبط الأمريكي في التعامل مع هذا الملف فمرة يعيد بايدن بأنه يريد السير على نهج سلفه ترام في ممارسة ضغوط إضافية على إيران ومرة يريد العودة بالاتفاق لما كان عليه في عهد أوباما لكنه يواجه ضغوطات داخلية وخارجية تدفعه إلى التعامل بجدية مع هذا الملف ويبدو أن تفاقم الأزمة الأوكرانية سيحرف الأنظار الغربية قليلا عن الوجهة الإيرانية ما يرجح تعطل جولة مفاوضات فيينا الثامنة وخصوصا أن مؤشرات المفاوضات تنذر بنسف مسار الاتفاق النووي الجديد بأكمله ترجمة نانسي قنقر